احتضنت مدينة المكلة لقاء تشوريا حاشدا لابناء قبائل يافع حضر موت برعاية من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي وكرس اللقاء الذي عقد تحت الشعار حضر موت نسيج اجتماعي وانساني وتاريخي وحضاري واحد لمناخشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتحديات التي يواجهها الجنوب عامة والمخاطر التي تهدد النسيج الاجتماعي لحضر موت على وجه الخصوص ووقف اللقاء امام تلك التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تسعى لجر حضر موت لمشاريع بعيدة عن عمقها الاستراتيجية الجنوبي مؤكدين اعتزازهم بالانتماء الى هذه الارض واستعدادهم للذود عنها بالغالي والنفيسة وجدد المشاركون في اللقاء الثقة في القيادة السياسية الجنوبية مطالبين بإلاء حضر موت اهمية خاصة في كل الاطر السياسية والمكونات التنظيمية في المجلس الانتقالي ودع لقاء قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الى ضرورة الاهتمام بالتحسين مستوى الخدمات العامة في مديريات المحافظة وخاصة الكهرباء والسعي من اجل وضع الحلول الجذرية بمعالجتها والتقفيف من معاناة المواطنين اليومية ترجمة نانسي قنقر